السلام عليكم. الى اخبار. في بعض الوقات بتكون فيه اشياء غير مرغوب فيها بداخل الفيديو. بنكون محتاجين ان احنا نعمل لها ازالة. بعد ما نتعب ونصور من جديد. او ممكن يكون فيه علامة مائية غير مرغوب فيها او كتابة على الفيديو او اي حاجة من دي. ممكن نعملها عن طريق البرنامج اللي هنشرحه النهاردة. وكمان تقدر تشيل الخلفية بتاعت الفيديو حتى لو ما ورقش كرومة خضرة. كل الحاجات دي ان شاء الله هنعملها عن طريق برنامج. البرنامج طبعا مدفوع ولكن بيديك تجربة مجانية. يعني انا بقول لكم في الاول هو عشان الناس بتزعل لما اقول في الاخر ان البرنامج مدفوع. لا هو مدفوع بس بيديك تجربة مجانية. تمام? انا سيب لكم رابط تحميل البرنامج في الوصف. جربه مش هتخسر اي حاجة. هتضع على علشان تبدأ تنزل النسخة اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي. يعني مسلا ده فيديو اهوت ممكن تشيل العلمة ديت او ممكن تشيل الحاجة ديت اهو فيبقى الفيديو مفهوش الشيء الغير مرغوب فيه. وهنا بيديك برضو شوية حاجات كده بيشرح لك الحاجات اللي هو ممكن يعملها. تمام? ممكن يشيل لك الشخصية دي خالص. طبعا كل الحاجات دي بتبقى عن طريق الزكاء الاصطناعي. وممكن كمان يشيل الخلفية زي ما احنا قلنا. احنا دلوقتي نزلنا البرنامج وهنبدأ نفتحه عشان نجرب. دي كده الواجهة الرئيسية الخاصة بالبرنامج بسيطة زي ما انت شايف. بيبقى فيه اختيارين. الاختيار الاول ان انت لو عايز تزيل عنصر من الصورة. واللي اختيار التاني لو انت عايز تشيل الخلفية بتاعتك. تعالى كده نجرب ان احنا نشيل الخلفية بتاعة الفيديو. على سبيل المسال احنا عايزين نشيل خلفية الفيديو ده. شايف الفيديو? يعني الفيديو دوت. ادي كده الخلفية بتاعته اها. يعني حتى هو لابس الوان شبه الالوان اللي موجودة في الارض وفي الخلفية. فالموضوع بيبقى صعب شوية. فبنضغط على علشان نبدأ نشوف النتيجة. شايف النتيجة? طبعا نتيجة ممتازة جدا. لو انت عايز بقى تشيل الخلفية ديت وتحط برضو نفس القصة بيجيب لك اهو. وانت بقى من خلال المونتاج تقدر تغير دي. انا طبعا كنت عملت الموضوع دوت من شوية علشان يعني ما اخد شوقت حضراتكم في الفيديو. فمسلا ده كده النتيجة بتاعة الجرين سكرين اهي. زي ما انت شايف. تمام? تقدر بقى تشيل الجرين سكرين دي وتحط اي خلفية انت عايزها. جربت برضو في ان انا اشيل خلفية لفيديو من الفيديوهات بتاعتي. يعني مسلا خلينا كده نحط فيديو. وفيديو ده مسلا. نفس القصة بنضغط على شايف النتيجة? نتيجة ممتازة جدا اهي. كده انت ازلت الخلفية بتاعة الفيديو. نفس القصة بتاعة الجرين سكرين. هنعمل اهي. انت كده شيلت الخلفية بتاعتك بدون كوروما. وعملت ان نفسك كوروما خضرة. تقدر بقى باي برنامج مونتاج تغير الكوروما الخضرة دي. وتحط بقى ستوديو تاني وراك. تحط اي حاجة وراك. تضغط على بيبدأ ينزل معاك الفيديو زي ما انت عايز. طيب ده بالنسبة عن طريق الزكاة الاصطناعية طبعا. طب تعال نشوف ان انت تشيل حاجة بقى من الفيديو. خلينا مسلا نجرب الفيديو ده. انا مسلا عايز اشيل حاجة غير مرغوب فيها بداخل الفيديو. هنقول مسلا ان احنا مش عايزين الكاميرا دي تظهر. فهنبدأ نعمل سليكت عليها. اهو. بمجرد ما عملت سليكت هو هيبدأ يعمل لي معالجة. طبعا انا ممكن اضغط هنا كده. لو عايز مسلا يعني اوسع الدايرة شوية بتاعت عايز اشيل حاجة. فببدأ يعني اتعامل من هنا. وبعد كده بضغط على فنش. هو بقى بيبدأ يعمل بريفيو الاول او بيبدأ يعمل معالجة الاول. وبعد كده بيعمل بريفيو يشوفك انت راضي عن النتيجة ولا لا. وبعد كده بتضغط على اكس بورد. انا بعد ما عملت الخطوات ديت. دي كده كانت النتيجة اهي. شال الكاميرا هي زي ما انت شايف. بيبقى فيه صورة اهتزاز خفيف. ولكن برضو ماشي الحال. النتيجة كويسة ومرضية. ده كده بالنسبة للفيديو ده. ممكن كمان استخدمه ان انا اشيل لوجو. يعني لو انا عندي لوجو. الفيديو ده مسلا في لوجو. انا لو عايز اشيل اللوجو ده نفس الفكرة. بعمل سليكت عليها. الفرشة هيت. لو انا عايز مسلا ازود حاجة او كده. تمام كده اكتملت عملية المعالجة. ممكن بقى تضغط على بريفيو. علشان تبدأ تشوف النتيجة عاملة ازاي? طبعا ده كده الفيديو. لو ضغطت على بيجي لك هو تم ازالة اللوجو. يعني بشكل احترافي جدا. اهو. لو ضغطت على بيبقى ده الشكل الاخير. ممكن تضغط على علشان يبدأ ينزل معك اهو. كده نزل الفيديو. هنبدأ نضغط على اوبنزا فايل. شغل بقى الفيديو. ده كده اللوجو هو. مش موجود واختفى نهائي. طبعا كلما كانت الخلفية آآ سادة. كلما كان الازالة افضل بكتير. اخيرا بقى عايزين نجرب نزيل عنصر متحرك. فهنختار اي اي اوبجيكتف ريموفل. وهنبدأ نختار الفيديو ده. ده فيديو لكرة قدم. وعايزين مسلا نشيل اي لاعب من اللعيبة اللي موجودة هنا. فهنبدأ بقى نعمل على العنصر اللي احنا عايزينه يختفي. عايزين مسلا نشيل اللعيب ده. فهنبدأ نعمل عليه كده. وبنضغط برضو هنا. يعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل على اللعيب بشكل كامل. وبعد كده بنعمل نسيبه بقى يعمل ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. كده تمام انتهت عملية المعالجة. ممكن بقى تضغط على قبل ما تعمل علشان تبدأ تشوف النتيجة. هنضغط على هنا شال العنصر اهو زي ما انت شايف. اهو اصبح مش موجود يعني حاجة خفيفة جدا اصبحت هي اللي موجودة. يعني برضو للامان علشان تبقى عارف الفيديوهات او الحاجات المتحركة بيبقى في ضبابية كده موجودة في الشيء اللي انت بتشيله. علشان برضو يعني انت تبقى عارف البرنامج بيعمل ايه وايه الحاجات اللي هو ممكن يكون ضعيف فيها شوية. طبعا زي ما قلت لكم البرنامج مدفوع لكن انت ممكن يعني اتجربه بشكل مجانا ولكن مش هتقدر تعمل دي كده اسعار البرنامج لو حاب تشتريه هسيب لكم الرابط في وشركة هتبو عندها منتجات رقمية كتيرة جدا كنا اتكلمنا عليها. كلها بتعتمد على ممكن برضو اتجربه اسيب لكم بعض الفيديوهات في الوصف. بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.